طبعا عنديش وقت بس في ساجمت الأخبار لكن هقف في حواري النهاردة على ماتش فيوتشر و أم بي مبارح لأنه الكلام كتير قوي على قصة التحكيم في مصر خدوا بالكم في غلطات أو في ممكن تبقى مقصودة أو غير مقصودة الحقيقة يعني أنا برضو مش عايزة أشكك ما قدرش أشكك في زمت حد لكن في النهاية أي خطأ فادح مش بيرجع بس على حكم المباراة السياقة النهاردة بقيت بتعوم بالكلام كله بيبقى على التحكيم المصر فيمكن الحقيقة يعني طبعا 25 دقيقة 25 دقيقة في لعبة توقف فيها الفرس 17 دقيقة يعني شيء لا يتصوره عقل ده إحنا نتكلم على جانس ريكورد نتكلم على جانس ريكورد تتكلم على أكتر من نص شوط تتكلم على إكسرا تايم إكسرا تايم في قانون الكورة 30 دقيقة على شوطين أنت بتلعب وقت ده في 25 دقيقة على كل أحوال خلينا نعدي موضوع التحكيم ده ونرجع يعني خد بالك برضو أنت في مسابقة ما فيهاش منافسة قوي قوي ما فيهاش حساسية كبيرة قوي ما فيهاش فرصة أنه التحكيم يكون مؤثر أنه اللقب يروحينها وأنه اللقب يروحينها وأنه يخش في صراع المنافسة على اللقب فمن الأولى في ظل وجود خبراء أجانب إحنا من نهاردة بنكلم على تاني خبير أجنبي بيتولى مسؤولية التحكيم في مصر ومع ذلك الأخطاء الفدحة مستمرة المستوى التحكيم فيه حاجة كده فيه زي ما بنقول أنه الأمن إحساس مواطن يعني فكرة أنه أنه مستوى الأمن ده حاجة بيحسها الناس وهي مشة في شارع أو هي قاعدة في بيوتها برضو الإحساس بالعدالة في الملاعب إحساس جمهور الناس قادرة كويس أو تحس هل التحكيم ليه دور هل التحكيم بيوجه المسابقة بشكل أو بآخر أو بيفضل ويميل للون على حساب آخر وأنا مش بكامع علي بزمالك بس أبكلم على كل أندية الدوري ده أحساس جمهور وبالتالي لنا وقف الحقيقة مع التحكيم